بسم الله الرحمن الرحيم فيديو النهاردة عن نقل الملفات بالكابل أأمن وسيلة وأسرع وسيلة لنقل الملفات من الكمبيوتر للموبايل ومن الموبايل للكمبيوتر هي نقل الملفات بالكابل نقل الملفات بالكابل وسيلة سريعة ومضمونة لكن لها طريقة معينة النهاردة هنقدم الطريقة الصحيحة لنقل الملفات من الكمبيوتر للموبايل ومن الموبايل للكمبيوتر عن طريق الكابل اول حاجة حضرتك بتعملها بتروح محل الاكساسورات وبتطلب منه نوع كابل مناسب للموبايل بتاعك وتقوله انا عايز كابل داتا وبعدين بتدخل السوكت بتاع الكابل في الموبايل وبتدخل الناحية التانية من الكابل في الكمبيوتر هنشتغل الاول على الموبايلات القديمة الموديلات القديمة بيظهر عندك لما بتشد شاشة المنسادلة في الاشعارات بتلاقي هنا كلمة الصور والملفات بتضغط على كلمة الملفات فبيظهر عندنا الموبايل بالشكل ده بنضغط عليه بيفتح معانا كل الداتا اللي عندنا على الموبايل كل الملفات اللي موجودة على الموبايل عندنا هنا بنختار ملف من الملفات وليكن مثلا ملف فيديو الملف ده بنقف عليك كليك يمين وبنضغط على كلمة نسخ وبنروح في اي مكان او على الدسكوتوب عندنا وبنضغط على كليك يمين وعلى كلمة لصق بيبتدي نسخ الفيديو طبعا احنا هنا حرقنا الساعة عشان الفيديو دايما بيطلع في المكان اللي فيه الساعة ده الفيديو تم نسخه عندنا بنجيبه هنا وبنرجع الساعة بتاعتنا تانية زي ما كانت دي الطريقة الاولى من الكمبيوتر للموبايل او من الموبايل للكمبيوتر بنقف هنا على علامة اليو اس بي وبنقفل اليو اس بي وبنقفل هنا قبل ما نشيل الكابل وبعد كده نشيل الكابل بتاعنا ده النوع الاول النوع التاني الموبايلات الاحدث شوية بيبقى ليها شكل تاني برضو بندخل الكابل هنا الموبايل بيفتح عندنا بالشكل ده بنضغط على نقل الملفات بنفتح ماي كومبيوتر الموبايل ظهر عندنا هنا بنضغط عليه double click بيفتح معانا دي كده الملفات بتاعت الموبايل عندي برضو هاختار ملف من الملفات وليكن برضو ملف فيديو علشان ياخد مساحة كبيرة شوية لانه السور بتتنقل بسرعة جديدة جدا بختار الفيديو ده بقى فعلي click a main وبعمل هنا نسخ بضغط على كلمة نسخ او قص طبعا بس انا هضغط على كلمة نسخ وحاجي هنا على الديسك الطب برضو وهعمل لصق click a main ولصق اتنقل عندي الملف اهو الفيديو هاجيبه طبعا برضو من نفس المكان هجرب بافتح الفيديو الفيديو تمام اتنقل بمنتهى سهولة من الموبايل للكمبيوتر هنشوف بقى ازاي ننقل ملف من الكمبيوتر للموبايل بندخل بندخل على الملفات بتاعة الكمبيوتر بتاعنا بنختار ملف من الملفات ولياكم برضو ملف فيديو زي الملف ده مثلا ده فيديو صغير انا كنت اعمله بشغله وبضعت على كلمة نسخ وبروح على الموبايل بتاعنا يا اما من هنا او من ماي كمبيوتر زي كده برضو بضعت دبل كليك شمال وبرضو هنا دبل كليك شمال يفتح معايا كل الملفات بقى في اي مكان فاضي او جوه اي ملف من دول وبضعت على كلمة لصق بيتنقل الفيديو عندنا طبعا لان الفيديو سريع فما ظهرش حتى الشريط بتاع النقل او الفيديو هنا موجودة او كلمة تصوير هروح عند الموبايل عندنا وهروح للملفات وحضغط على ملفات الفيديو هلاقي الفيديو بتاعي اتنقل في ملفات الفيديو في اخر فيديو نزل عندنا هضغط على الفيديو الفيديو اشتغل عندنا بنفس الجودة اللي كانت موجودة عندنا على الكمبيوتر بكده نبقى تعلمنا النهاردة ازاي ننقل الملفات من الكمبيوتر للموبايل ومن الموبايل للكمبيوتر عن طريق الكيبل ارجو ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه لو لا حضراتكم اي استفسرات اكتبوا هالي في التعليقات وانا يساعد من الرد عليها شكرا لكم على حسن المتابعة اذا اعجبكم الفيديو ادعمونا بلايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلكم بكل جديد كان معكم حسين جميل من قناة المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة